على بعد مئة كيلو متر يقع بئر برهوت البئر الذي يقع وسط وادي شهير تكتنفه الكثير من الحكايات الغامضة وما أن تفكر بزيارته حتى تقطع المسافة في طريق طويلة ووعرة وغير معبدة لا حياة هنا سوى لمجاميع من بدو الصحراء ورحاله الذين يعملون في رعي الأغنام يخلو وادي برهوت من السكان حيث يود عدد من البدو يرعون الأغنام ويعتمدون على مئة أمطار متعة المغامرة جعلتنا نتسلق هذا الجبل الشاهق الذي توجد فيه مغارة برهوت إذ يبلغ طوله نحو مئة متر فيما استغرقت مدة الصعود عليه ما يزيد عن ربع ساعة لتصل إلى هذه المغارة التي يعد الدخول إليها نوعا من المغامرة كما تحتاج إلى إضاءة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم في طعام طعم وشفاء سقم وشر ماء على وجه الأرض ماء في وادي برهوت بقية وفي رواية بقبة بحضر موت فوهة المغارة المظلمة زادت من وحشة المكان هنا مشهد مليء بالرهبة والخوف فآثار الثعابين والأفاعي في جوانب الطريق تبدو حاضرة أما هنا توجد علامات للخفافيش حيث يظهر المكان ملوثا بالغبار وروائح الصخور الكبريتية الخانقة مسافة أمتار فقد تفصلنا عن الوصول إلى البئر إلا أن الرطوبة الشديدة التي جعلتنا نتصبب عرقا وانقطاع الأكسجين عن الزائر يتسبب بالاختناق لكل من توغل في هذا المكان هذه المغارة زارها عدد من الرحالة العرب والأجانب ومن أشهرهم العلامة محمد بن عقيل بن يحياء الذي دخل هذه المغارة في سنة 1913 ثم جاء بعده الرحالة الأولندي دانيال فندر مولين وزميله في السمان ويضا زاروا هذه المغارة وكتبوا عنها وأشعروا إليها في كتاباتهم بينما هناك شعات تقول أن مغارة برهوت موجودة في الغيظة وفي بعض المناطق ولكن هذه مغارة برهوت الحقيقية الموجودة في شرق حضر موت تستطيع الجهات المختصة أن تحول ليس هذا المكان فقط بل وادي برهوت كاملا من مغارة موحشة إلى مكان سياحي جاذب للزوار ومعلم ترفيهي أثري يسهم في رفض سياحة في حضر موت والليمن عموما كثيرا ما سمعنا عن حكايات برهوت البئر الذي لا يعود الداخلون إليه لكن على ما يبدو كأول قناة تلفزيونية تصل إلى هذا المكان لا شيء من هذا الكلام مجرد مرويات وأساطير عن الأماكن البعيدة الغير المأهولة بالحياة حدد مساعد قناة بلقيس من وادي برهوت شرق حضر موت